في ملفات المشاريع والتجارة والاستثمار ومجالات السياحة والتخطيط والعمل والرياضة تنوعت الإحدى عشرة مذكرة تفاهم بين الجانبين العراقي والمصري في إطار يقول خبراء إنه يهدف لا تحقيق تعاون أمثل بين البلدين وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المصري للتعاون بما يحقق النمو الاقتصادي كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة العراقية والتجارة والصناعات المصرية للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة الاتحادي العراقي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة ومذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي في مصر كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل المصرية وفي مجلات الرياضة وقع الجانبان مذكرتي تفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة العراقية والمصرية تقول الحكومة أن مذكرات التفاهم تؤسس لتبادل الخبرات وخلق توازن فاعل فيما يرى اقتصاديون أن من أهمها ملف الطاقة الذي يفتح الباب للمستثمرين المصريين بإنجازه في العراق وكذلك يسد العجز الكهربائي في البلاد كما حملت أهمية في تناول ملفي دخول البضائع المصرية إلى العراق ورفع صقف التبادلات التجارية بين البلدين والولوج إلى أسواق قريبة